اشتركوا في القناة تحولت مدن العراق وبالذات بغداد إلى مدن المزابل مع الأسف الشديد يعني بغداد التي كانت عاصمة الخلافة العباسية عاصمة النور كانت تسمى عاصمة الثقافة عاصمة الحكمة والرؤية العاصمة التي كانت تجهلها كل الناس للتعلم وللتمتع فيما فيها يعني من أجواء ومن الثقافات ومن الرؤى ومن بشر ومن عمران ومن حضارة هذه اللي أسسها أبو جعفر المنصور ورعوها كل الذين جاءوا بعده حتى وصل يعني حتى في زمن الاحتلال المقولي لم يحصل لبغداد ما حصل لها خلال العشرين سنة الماضية تحولت بغداد إلى عاصمة للنفايات مع الأسف الشديد وزارة البيئة تحدثت تقول أنه يعني يسكن بغداد الآن 8 ملايين نسمة وتنتج من 8 إلى 10 طن يوميا من النفايات طبعا هذه النفايات هي تقول أن البلديات لا تستطيع أن تحمل هذه النفايات قدراتها، عدد العاملين فيها، آلياتها، أماكن رمي هذه النفايات غير متوفرة كلها وبالتالي هذه النفاية تتكون في الأحياء والأسف الشديد صارت هناك أماكن كثيرة كانت في السابق ساحات لكرة القدم ساحات لألعاب الأطفال، حدائق في مناطق سكنية تحولت إلى مكبات للنفايات وصار البعض يرشي في كثير من المناطق في بغداد مثلا يرشي يعني موظفين في البلديات هؤلاء الذين يقومون في التنظيف يرشيهم لكي يرفعوا النفايات من هذا المكان يرموه في منطقة أخرى في شارع آخر هكذا صار الحال بغداد في ظل حكم الميليشيات تحولت إلى عاصمة للنفايات وعموم العراق يعني حقيقة وهذا يدل على الفوضى التي يعيشها العراق على عدم وجود تخطيط تخطيط سكاني على غياب الخدمات هذه العاصمة، هذه هي أمريكا التي جاءت بها هذا هو المطلوب، أمريكا عندما احتلت العراق 2003 أرادت هذا أن يحدث في العراق هذا جزء من المخططة، البعض يتساءل يعني ما هو المخططة التي أرادت أمريكا تحققه، هذا الذي أرادت تحققه تحول العراق إلى بلد ممزق، بلد خارج الزمن، خارج التاريخ، خارج الحضارة، خارج كل القياسة لذلك بغداد في كل سنة واحدة من أسوأ عواصم الدنيا ومدن العراق مثلما تعرفون من سيء إلى أسوأ فبالتالي لدينا هجرة غير منضبطة إلى العاصمة، ونفوس العراق 40 مليون يسكم فقط في بغداد 8 ملايين، هذه كارجة كبيرة ومع زيارة التصحر، فلت المياه، الآن الهجرة تزداد إلى المدن الكبيرة، وبالذات إلى بغداد سيصبح عدد 12 مليون وأكثر وبالتالي الهجرة جماعية من مناطق كثيرة لأن الاهتمام في الزراعة، الاهتمام بالأراضي، الاهتمام بكل شيء تصحر في كل مكان، وبالتالي هذه النفايات نفايات صارت مدن للنفايات، وصار هناك مئات الآلاف من الناس الذين يعيشون في النفايات ويحتاشون على النفايات مصدر رزقهم صارت النفايات الآن بعض مكبات النفايات تسيطر عليها مافيات وميليشيات تتحكم بها وتشغل فيها ناس وخرجوا منها ما يحتاجونه ويعيدون معرفة تصنيعه بهذه الطريقة وتحكموا فيها، وصارت فيها مدن تسكن، يعني الناس يسكنون في المذابة هذه العشوائية عندما تعرف أن العشوائيات في العراق يسكنها نحو 7 إلى 8 ملايين مواطن عراقي أدرك أين هذه العشوائيات إذا كأنت الأحياء القديمة في بغداد قد تحولت إلى مكبات للنفايات في وسطها فكيف في الأحياء العشوائية التي بنيت بلا تخطيط وبلا موافقات القضية يعني الآن العراق يتذيل قائمة الدول البلدان النظيفة يتذيل هذه القائمة الثقافة البيئية في أدنى مستوياتها يعني الناس ما تهتم لأنه البلدية تشكو من نقص المعدات تشكو من نقص العاملين تشكو من نقص التمويل يعني التخصيصات الدولة وبالتالي القضية هي قضية اهتمام قضية منطق قضية تنمية قضية رؤية هذه الحكومات التي جاءت في إثر الاحتلال لا تريد أبداً ولم يكن في بالها ولا في بالها أبداً أن تطور العراق ويزدهر العراق ويتقدم العراق وهذا الذي يسمي العراق الجديد كذباً هو هذا عراق عراق المزاب العراق النفايات عراق عراق يعني تنتهك فيه حقوق الإنسان تنتهك فيه حقوق البيئة وكل شيء عراق التصحر وعراق السوق المفتوح للآخرين وعراق السيادة المفقودة والاستقلال المفقود والسرقات والفساد هذا كله يعود إلى هذه المجموعة التي تحكم العراق تحت مظلة ما يسمى بالعملية السياسية هذا ما جاءت به أمريكا هذا واقع الحال لذلك الكثير عندما يتحدثون ويطلبون يعني ماذا أرادت أمريكا من العراق النفط وغيرها نعم أخذت النفط وأخذت غيرها لكنها في نفس الوقت السبب الرئيسي والهدف الرئيسي هي تمزيق العراق تمزيق مجتمع طائفية وغير طائفية وأفكار ممزقة وميليشيات وعصابات وقتل وضيع للقانون وتحويل العراق إلى جزر متباعدة في اتجاهات مختلفة في رؤى مختلفة بلغة مختلفة بأهداف مختلفة ويتحول العراق إلى مكبل النفايات مع الأسف الشديد هذا ما يسمح به وقت هذه الحلقة الحقيقة لكن دعني أقول في الأخير أن هذه النفايات فيها الكثير من مخلفات المستشفيات فيها الكثير من الرواح الكريهة فيها الكثير من الأمراض فيها الكثير ما سببته من أمراض للمواطن فهي تأثر على البيئة وتأثر على المواطن وتأثر على شكل البلد وتعني وتدل على صورة البلد الذي صار إليه العراق منذ عام 2003 لحد الله أشكركم شكرا جزيلا ألتقيكم في حلقة النطرال وذلك الحين استوليكم الله والسلام عليكم